داخل الجهاز الهضمي وأثناء عملية هضم الطعام بيتم إفراز مجموعة من السوائل بتساعد في عملية هضم الطعام السوائل دي بيطلق عليها اسم السوائل الهضمية أو العصارات الهضمية digestive juices هنتكلم عن خمس أنواع من العصارات الهضمية أول حاجة هو السلايفا السلايفا اللي هو اللعاب واللي بيتم إفرازه من الغدد اللعبية والسلايفا بيتكون من 99% من المية ولكنه بيحتوي على إنزمات وبروتينات بتساعد في عملية اللوبريكيت اللي هو التشحيم الأورال كافتي تجويف الفم وبتبدأ عملية الهضم الكيميائي للطعام تاني نوع معنا هو الجاستريك جوز اللي هو العصارة الهضمية اللي بيتم إفرصها في المعدة فيبطلق عليها اسم جاستريك جوز العصارة المعدية والجاستريك جوز بيتم إنتاجها من جاستريك جيلاندس يعني خدد معدية موجودة في اللاينينج اللي هي بطانة المعدة وبتحتوي على الهيدروكلوريك أسد اللي هو حمد الهيدروكلوريك ومجموعة إنزمات بتحول الطعام إلى حاجة اسمها قايم اللي هو الكيموس تاني نوع معنا هو البايل والبايل اللي هي العصارة الصفروية واللي بتحتوي على مجموعة أملاح وبيكون شغلها كله على الفاتس اللي هي الدهون بتحول الدهون إلى مستحلب دهني بيتم إنتاج البايل داخل الكبد وتخزينها وتركزها داخل الجول بلادر اللي هي المرارة بعد تجميع البايل وتخزينها داخل الجول بلادر بيتم إدخالها إلى السمول انتستن بالتحديد في منطقة الديودنم اللي هي الإسنا عجر عن طريق الكمون بايل داكت اللي هي القناة الصفروية المشتركة النوع الرابع معنا من السوايل هو البانكرياتيك جوز اللي هو العصارة البانكرياسية وبيحتوي على مجموعة إنزيمات وأيونات بتساعد على هضم الطعام داخل السمول انتستن بيتم إنتاجها طبعا من اسمها داخل البانكرياس لأن اسمها بنكرياتيك جوز البانكرياتيك جوز برضو بيتم إدخالها إلى السمول انتستن في منطقة الديودنم اللي هي الإسنا عشر من خلال البانكرياتيك داكتس آخر نوع معنا من العصارات الهضمية هو الانتستن الجوز ودي بيتم إفرصها عن طريق غدد موجودة في جدار الأمعاء